اشتركوا في القناة تطبيقات حسب موقع الجزيرة كيقول موقع الجزيرة انه اكتشفت شركة امنية 15 تطبيقا خابية من تطبيقات التي تعمل على نظام اندرويد وموجودة على متجر جوجل بلاي وبلغت تنزيلها اكتر من 1.3 مليون مرة من طرف مستخدمين كتقول الشركة سوفوس لاب البريطانية ان التطبيقات 15 تبدو في البداية كأدوات مساعدة لكنها بمجرد تطبيتها لا تظهروا حتى كايقونات مما في الواقع برامج اعلانية تنشئ اعلانة داخل اجهزتنا يصعب كثير جدا العطور عليه وحدفها وافاد موقع لايف هاكر ان بعض التطبيقات تعرض رسالة مضللة عن عمل تقول ان التطبيقات لا يتوافق مع الجهاز عندما يحاول شخص ما تشغله مما يجعله من استخدام العادي لا يكترت لازالته ولكن ما يحدث في الواقع ان التطبيق يستمر في العمل في الخلفية ويعرض اعلانات على الهاتف المستخدم كما كتلاحظ مجموعة الاعلانات التي تظهر في شاشة الهاتف هي على ما نتكلم الآن واستخدمت تسعة من التطبيقات المكشوفة ايقونات واسماء تخدع الناس ليعتقدوا انها تطبيقات نظام مطلوبة لهواتفهم وتشمل التطبيقات الخبيثة على برامج تحرير الصور ومكتشف الهاتف وقارئات الكود QR بينما الغرض الفعلي منها هو تقديم برامج اعلانية غير مرغوب فيها المستخدمين وينصح المستخدمون عموما بتجنب تنزيل اي تطبيق لا يحتوي على اي مراجعات ولازالة هذه التطبيقات قال متحدد باسم شركة سوفوسلاب الأمنية اذا كنت تشك في ان احد التطبيقات التي تبتها مؤخرا غير ظاهر ويعمل في الخفاء فانقر على زر الاعدادات ثم على التطبيقات واشعارات وستظهر لك احد التطبيقات المفتوحة في القائمة على هذه الصفحة ثم انقر على الرمز العام ثم انقر على انستال متبوعا بإلغاء التطبيق فورس ستوب ثم ازل التطبيق هذه مجموعة من التطبيقات الضارة التي تدعي انها تطبيقات للاستخدام داخل الهاتف وهي تطبيقات اعلانية وتقوم بالضرر للهاتف ها هي الصور الخاصة بهذه التطبيقات خمسة عشرة تطبيق يمكنكم ملاحظتها وإزالتها إن كنتم بتنزيلها في هاتفكم الشخصي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر